تضاربت المعلومات في مدينة حلب بشأن عدد التفجيرات التي هزت ساحة صعد الله الجابري في وسط المدينة ففي حين أفاد السكان عن سماع تفجيرين ناتجين عن سيارتين مفاخختين تقول المعلومات الرسمية أن ثلاثة تفجيرات إرهابية هزت الساحة الرئيسة بالمنطقة التي تسيطر عليها قوات نظامية في مدينة حلب وأحالت المباني المحيطة ركاما وأفادت المعلومات أن أكثر من أربعين شخصا قتلوا وجرح العشرات في التفجيرات التي استهدفت نادي للضباط وفندقا مجاورا له وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العشرات من أفراد القوات النظامية قتلوا أو جرحوا من جراء انفجار السيارات كاشفا عن معارك ضارية دارت بين عناصر الحراسة في نال الضباط ومقاتلي المعارضة قبل التفجير وأغلقت المباني الحكومية أبوابها فور وقوع هذه التفجيرات في الساحة التي كانت أساسا مركزا لتجمع عشرات التظاهرات المؤيدة للرئيس الأسد في وقت تحدثت المعلومات عن سماع دوي تفجير آخر في السليمانية بوسط حلب يذكر أن المدينة تنقسم حاليا قسمين تقريبا حيث تسيطر القوات الموالية للرئيس بشار الأسد على غربي المدينة بحين تسيطر قوات المعارضة على شرقها التلفزيون السورية تحدث من ناحيته عن استمرار العمليات في حلب وريفها لمواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة وذكر التلفزيون أن القوى الأمنية كشفت وفجرت سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير أمام غرفة التجارة والصناعة وعلى مقلب المعارضة تحدثت المعلومات عن اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من المعارضة والقوات الحكومية على طريق درع دمشق إضافة إلى اشتباكات في بلدتي كفربطنة ومسرابة بريف دمشق وتحدث المرصد السوري عن استمرار القصف على أحياء في محافظة الرقة وفي محافظة إدلب أفاد المرصد عن مقتل 15 جنديا على الأقل في هجمات شنها مقاتلون معارضون على نحو المتزامن على ثلاثة حواجز وجرى تدميرها في بلدة بداما في منطقة جسر الشغور ووقعت كذلك مواجهات عنيفة بين الجنود النظاميين ومقاتلين معارضة على حواجز متفرقة في محافظة إدلب التي تعد أحد أبرز معاقل الجيش السوري الحر قرب الحدود التركية ومنطقة حلب وفي حادث هو الأول من نوعه لناحية الخسارات البشرية منذ بدء الأحداث في سوريا ذكرت مصادر تركية مطلعة أن ثلاثة أشخاص بينهم طفل قتلوا وأصيب ما لا يقل عن تسعة آخرين بجروح خطرة بعد سقوط قضيفة مورتر أطلقت من سوريا على منطقة أككالي الحدودية في جنوب شرقي تركيا ورأى مراسل رويترز ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصابين بجروح بالغة بينهم ثلاثة من الشرطة لدى نقلهم إلى المستشفى وظهرت في لقطة عرضها التلفزيون التركي سحابة من الغبار تتصاعد فيما الناس يهرعون لمساعدة الجرحى سياسيا وخلال افتتاح الجلسة الثانية من الدورة العادية له دان مجلس الشعب السوري تفجيرات حلب وفي الجلسة عينها اقترح أعضاء مجلس الشعب إلغاء عضوية كل من إخلاص بدوي وعلي البشي من المجلس وتحريك دعوة عامة بحقهما لإعلانهما الانشقاق والانضمام إلى صفوف المعارضة من جهة أخرى وفي خطوة تناقض دعوة النظام إلى الحوار مع المعارضين اعتقلت السلطات الأمنية المديرة التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي البارز خليل معطوق وكشف المعارض السياسي والحقوقي السوري أنور البني في بيان أن اعتقال المحامي معطوق جاء في أثناء انتقاله من منزله في ضاحية صحنايا إلى مكتبه في وسط العاصمة محملا النظام مسؤولية المس بحياة المحامي معطوق ودع البني إلى إطلاق المعطوق وكل المعتقلين السياسيين في سوريا كمقدمة لانتزاء حرية سوريا من نير الاستبداد بحسب البني من جهة أخرى توعدت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل عناصر حزب الله المنتشرين في سوريا برد قاس ومزلزل نتيجة تدخلهم في الشأن السوري ومساعدة نظام الرئيس بشار الأسد في قتل الشعب السوري كما توعد الجيش الحر في بيان له الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمفاجآت ستقض مزجعه مشيرا إلى أننا نزفه إلى الشعب السوري العظيم نبأ مقتل المجرم بحسب البيان محمد حسين الحاج نصيف شمس والملقب بأبو عباس القائد التنظيمي لعمليات ميليشيا حزب الله الإرهابية في الداخل السوري والكلام للجيش السوري الحر